ما زالت قوات البيشمرق تواصل هجومها على معاقل تنظيم داعش في محيط مدينة كاركوك في محاولة لإبعاد التنظيم عن المحافظة التي تسيطر البيشمرق عليها بشكل كامل منذ أغسطس الماضي ورفض نائب رئيس قليم كردستان انتظار الجيش العراقي والحشد الشعبي للمساعدة في استعادة المناطق التي سيطر عليها داعش وكانت كاركوك وما زالت عقدة في الملف العراقي يتنازعها الطرفان العربي والكردي ويتهم سكانها الطرف الآخر أنهم جاءوا إلى المدينة عنوى سواء خلال فترة حكم النظام السابق أو في الفترة التي تلت عام 2003 وخصصت المادة 140 من الدستور العراقي للبحث في مصير المناطق المتنازع عليها وأهمها كاركوك وتتميز كاركوك بخصائص عدة جعلتها موضع تجاذب بين مكويني المدينة الرئيسيين العربي والأكراد بين من يريد إبقاءها ضمن حدود العراق ومن يحلم بضمها إلى إقليم كردستان واستقلق تركي في ظل وجود سكان تركمان تخشى أنقرة على وضعهم المستقبلي واخترن اسم كاركوك بالنفط الذي يبقى أهم عامل يحرك النزاع حول المدينة نظرا لأن كاركوك تشكل خزانا نفطيا كبيرا من احتياطي العالم رخيص الكلفة